موسيقى والآن إلى الصور وحكاياتها الصورة الأولى معنا للمنتخب الأردني لكرة الطاولة الذي توجى بالمركز الأول في بطولة العرب التي تقام في مدينة السليمانية في العراق وذلك للمرة الثانية على التوالي وألف مبارك لنشامة كرة الطاولة شهدت سماء المملكة مساء الثلاثاء ظاهرة القمر العملاق والتي يكون حجم القمر فيها أكبر 14% من حجمه المعتاد حدث جميل سبحان الله ونادر استثمره عشاق التصوير بمثل هذه الصور الرائعة لافتة في مديرية عمل عمان الثاني يصوي لاحتثير إعجاب المراجعين تقول اللافتة أن مدة إنجاز المعاملة عشر دقائق بعد تسليمها للموظف وفي حال التأخير يرجى مراجعة المدير خطوة تحترم حقيقة في دوائرنا الحكومية شاب أردني يضع حصيلة ما جمعه نتيجة تركه التدخين هذه الصورة تظهر ما حوشه بعد تركه التدخين ويكتب في منشور له أسفل هذه الصورة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 365 يوما من دون دخان أي ما يعادل قال أو يتجاوز ألف دينار أردني حصيلة ما قمت بتوفيره في سنة واحدة ويقول أن هذا أدنى المنافع ناهيكة عن لذة الوصول ونشوة الانتصار الله يثبتك يا سيدي والآن صورة لاقت انتشارا واسعا وجدلا كبيرا للاعبة المنتخب المغربي لكرة القدم حيث ظهرت في مباراة منتخب بلادها مع كوريا الجنوبية وهي ترتدي الحجاب وذلك لأول مرة في تاريخ المونديال لم يكن سابقا يسمح بارتداء الحجاب في الملاعب بقرار من الفيفا لكن الحظ الرفع عام 2014 مما سمح لللاعبات المسلمات بارتداء الحجاب وكان هذا الظهور الأول في المونديال بالنصيب نهيلة بنزينة مبارك الحجاب يا نهيلة وعقبال الفوز بالكأس المغامر العالمي بان روس حطم الرقم القياسي بمشيه على حبل لامع ورفيع امتد حوالي 150 مترا في مدينة لوسيل القطرية وقد حصل بذلك على أعلى عبور عمراني في العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر